صلاة الرحيم تزيد في العمر يلا هناك في الآية قال شنو ولن يؤخر الله نفسا ازجاو اجلها وهنا شنو في الحديث قال يكتب شنو اجله وهنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرحيم تزيد في العمر مرة قلنا لقبيننا المواصلات والحافلة يعني نزلنا السافرين نزلنا الظهر فاتنا صلينا الظهر وزور ما صليناه نزلنا ساطة العصر لقينا سلمسجد صلوا العصر وجينا جماعة نصلي شنو نصلي في الظهر فاتنا جوا جماعة ناس البلد صلوا معنا شنو فشوا العصر معنا ونحن نصلي شنو في الظهر والتاني هناك في غريتنا عندنا زي يقولون مسجد بيطرس الطلبة وبصلي بينها عنده حجاب شفتوا بعين عديلو السلم عنده حجاب عديلو في صلي بينا ما رو حجاب مكتوبة دم مكتوبة غران جزاك الله خيرا طيب يا جماعة دي تلاتة أسئلة بالنسبة للأول أشكل عليه أمر بيشكل عليه كثير من الناس الأمر الأشكل عليه إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجليه فليصل شنو رحمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وينسأ له في أجليه يعني يمد له شنو أليه في أثري يعني في أجليه يعني في عمره يعني في أثري جزاك الله خير فليصل رحمه الكلام ده أشكل عليه مع قول الله تعالى ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء شنو أجل ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في البخاري ومسلم قال ثم يؤمر بأربع بكذب رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد بكذب رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد منا الأجل فكيف يكون الأجل مكتوب ويت إذا وصلت الرحمة الأجل شنو بزيد الكلام ده ما في وشكال يا جماعة لأنه دائما النصوص مبتد ضارب رب العز والجلال قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو اختلافا كثير والسنة جاءت برضو من عند الله زي ما القرآن جاء من عند الله السنة وما ينطق عن الهوين وإلا وحي يوحى العلم الحديث فسروا بتفسيرات أنا بس بدك من أبرز تفسيرين التفسير الأول قالوا بأنه يبارك له في عمري يعني أجل المكتوب ده ما بزيد ولا بنقص لكن بيبارك له شنو في العمر بتاعه كأنه أجل زاد لكن هو يبارك له شنو في عمري ما يفعله الإنسان في عشر سنوات هو يفعله في ما يفعله الإنسان في عشرين سنة هو يفعله في عشر سنوات الله يبارك له كأنه أجل شنو طال التفسير الثاني قالوا الذي يكتف في اللوح المحفوظ لا يغير أما الذي يكتف في صحف الملائكة فإنه يغير بصلة الرحم وبكذا وكذا يعني في كتابتين واحد في اللوح المحفوظ دي ما بتتغير والتانية في صحف الملائكة دي شنو بتتغير كلامنا ده هل بتغير ودك ما بتغير ده بتلقاه التفسير ده في تفسير ابن كثير لسورة الرعد عند قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ابقى صحف الملائكة فيها شيئا بتتمسح ولكن اللوح المحفوظ لا يبدل القول لذي فيه متى المزارة ده الجواب على السؤال فيه تعالى وصلت الرحم واجتهدت في الطاعة وكذا الله ببارك لك في عمرك ووفق لك الخير ووفق لك الخير وبارك لك في رزقك الرزق الجايق ببارك لك فيه سبحانه وتعالى طيب وبعدين صلة الرحم سبب سبب لإطالة العمر سبب يعني العمر ده أصلا الله كاتب لك عمر طويل سواء اتخذت سببا أو لم تتخذ سببا في النهاية ده سبب الموضوع ده عشان تفهم وانا بدك له مثال بالراحة زول عيان عيان مريض عندهم لارية وبتوجع الزول ده اللي كاتب ليه ابقى كويس بعد سبوع الزول ده لو مشى دكتور وانا ما مشى دكتور في النهاية شنو بعد سبوع الله بيشفيه وانا ما بيشفيه بيشفيه كونه مشى لدكتور ده شنو سبب الله كاتب ليه عمر معين العمر ده لو وصلت الراحم ولا ما وصلت فينها العمر ده شنو بيتمشلوا وفي النهاية بتم وتفارق الدنيا الرحيم ده السبب لهذا شنو العمر زي الشفاء زي الدول القبال طيب مسألة الظهر والعصر ناس بيصلوا الظهر وجو ناس اللي قوم بيصلوا الظهر وقت العصر لأنهم كانوا في سفر أو كذا خشوا معاهم بأنية العصر الناس دي المسألة دي مسألة خلافية بين العلماء لكن الصحيح إنه دي صلاة صحيحة يعني إت مش لو ما عارفين لو عارفين إت بتصلي في الظهر وجو خش وراك صلاة صحيحة وإت صلاتك شنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال شنو بالنيات لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال قال لكن صلاة النهار لا تؤخر لصلاة الليل وصلاة الليل لا تؤخر لصلاة شنو النهار يعني صلاة النهار ما بتخليها تداخل لما نيجي المغرب إلا إت خلاص كنت نايم ولا شيء ولا كذا ونفس الشيء لو لو لقيت الناس يصلوا في المغرب ما بتخش بنية العصر لأنه ده وكت شنو منفصل الضور والعصر وكت براوه والمغرب والعيشة ده وكت شنو براوه يعني جيت لقيت الناس يصلوا في العيشة في آخر رقعتين وانت ما صليت المغرب بتخش بنية المغرب بعدهم بسلم وبتقون بتجيب شنو رقعة واحدة لكن جيت لقيت الناس يصلوا في المغرب وانت ما صليت العصر ما بتخش معاهم بينية شنو العصر لأنه ده الوقت باختلف أفهم الكلام الضور والعصر وكت باختلف من وقت المغرب والعيشة باختلف من وقت الصبح ده أكبرها ومنفصل من الاتنين دي نقطة طيب الدليل على أنه انت ممكن تخش وده بصلي في صلاة معينة وانت في صلاة ثانية وانت نيتك مختلفة الدليل شنو الدليل باختصار حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام مؤتما به ثم يذهب إلى قومه وهو أقرأهم فيقدمونه فيصلي بهم العشاء وينوي تنفلا وهم ينون شنو الفريض انتهى الحديث والكلام ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ده أقوى دليل على الموضوع ده فجيت لقيتم بصلي في الضور ويتا وقت العصر صليت بانية العصر صلاتك شنو صحيح ولعكس جيت لقيتم بصلي في العصر ويتا ما صليت الدور تخش بانية الدور بعد داك تاني تجيب شنو العصر السؤال التالت مسألة مسيد وبعلق حجاب وكذا 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 الزول ما علق حجاب ده ناصحه إنتا لو ما عارفه معلق ولا ما معلق صلي ويراه عادي في مساجد المسلمين أما مسيد بتاع صوفية وأعلام وشغلة واضحة وحوليات وبلاوي ومرات فيه قبر جوه ده ما تمشي تصلي في ذاته ما تصلي فيه صلي في مساجد المسلمين ما إلا مساجدنا نحن لك يعني اتبراك لا لا مش فيه قبر فيه شعائر للشرك ده فيه نصوص مبجوز لأن رجلا نذر أن يذبح ببوانة منطقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال أكان فيها عيد من أعيادهم قال لا قال أوفي منذرك ليس ألوا السؤالين دهل لأنه موضح فيه الشرك وفيه الضلال ما تمشي له ما تمشي له ده دليل من العدل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورها بياهم مساجده ده حالة صوفية تلقاهم ساوينا القبر وكذي جوه المسجد ومرات قدام المسجد مرات به جنبه مرات به وراه ما بجوز كله ده الصحيح من أقوالي آله العلم زول معلك حجاب ويتم ما عارفه صلي وراه لو عارفه تناصحه قل ليه حجابك ده أقلع ليه لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك في مصنى إمام أحمد بن مسعود وعبد الله بن عكيم بن عكيم وعبد الله بن عباس وعقب بن عامر وحثيف الخمسة قالوا ولو من القرآن لا يجوز تعليق التماين وريو الحق قال لك لابا علقه قل لغا علقه وصلي براك أنا ما بصلي وراك أبقى مارك وما لو تركه صلي وراه خوشي تفضل تفضل الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إنتا ذكرت إنه المسجد إذا كان فيه غبور أو وسن كذا ده ما يصلي وراه لكن طيب إذا كان المسجد واحد في الغرية وما فيه يعني وسن ولا غبور ولا قب ولا كذا لكن الشيخ صوفي صوفي عديل بيتبرك وبي جايط الشغلة وبيمشي طابت بيمشي المهم محل الغبور اللي بيتبرك بها من دون الله والعياذ بالله والمسجد هو واحد وما في الحاجات دي يعتزل جماعة الصلاة مع الجماعة ولا يسوي شنو جزاك الله خير سؤال طيب جدا سؤال فيه موضعه يعني إحنا قلنا الزوز زي ده تناصحه إنتا مش ظهر لك منه الشركيات والباطل ده تناصحه إذا انتصح الحمد لله إذا ما انتصح ما تصلي معاه ولو المسجد براه شنو في المنطقة سوي لك ديوان براك معاك كم نفر صلوا بعد شوية ديوان ده بيقلبوا مسجد ومورك بتتصلى تاني أدعونا بنجيك إن شاء الله بس ما أفشي ليه يا جماعة الكلام ده ليه لأنه يا جماعة زول بيشرك بالله سبحانه وتعالى ده صلاة ما صحيح أصلا قال تعالى عن الأنبياء والرسل 18 نبي في سورة الأنعام بعد زكر قال بعد ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ورب العزة والجلال قال في القرآن في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكم من الشاكرين طالما عملوا حابط صلاة باطلة ابقى الناس الورى برضو صلاة شنو باطلة في ناس بيستشكلوا الكلام ده يقول لك يا أخو مسجد واحد في الغرية إنتوا ما تسوي التاني ولا شيلوا الإمام يقول لك لكن هما مسجد واحد يقول لي براحك ده الإمام ده إذا كل يوم بصحى من النوم الصبح وبيجي بزحف القضى بتاعه وبخش بيصلي ويتعارفوا ما متوضي بتصلي بتصلي ما بتصلي ولو قالوا لك ده في الغرية براو قل لهم ده بجاسبة زي يا أخ ده ما بتوضي صعب ولا ما صعب طالما ما بتوضي يبقى صلاة باطلة يبقى صلاة من خلفه إذا علموا يبقى صلاة برضو شنو باطلة طيب وزول ده مش ما بتوضي وزول ده بشرك بالله بشرك بالله قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو أبا منثور ما تصلي وراء ترجمة نانسي قنقر